طيب هروح لي محمد مصطفى عشان يقول لي توقعاتك لشكل النادي الاهلي في مباراة الودان ما بين ناس الان جدا من لقدر الله خسارة للنادي الاهلي بسبب الهدف اللي جي في مباراة الزهاب وما بين ناس متفقلة جدا والنادي الاهلي يقدر يعود بالكاس طيب بص انا هقول لك سؤال وخلا نبدأ بيه ونصف فكر معنا فيه هاتلي نهائي تشامبيوزليك في افريقيا في النسخة الجديدة خلص مباراة زهاب مباراة واحدة وهقول لك ايه هي بس بعد ما كمل دايما مباراة الالياب بتحسم الاهلي في 2006 وصد صفاكسي كان متعدل واحد واحد كله قال خلاص بطول راحت كسب في العودة وصد الترجي 2012 اتعدل هنا وكسب هناك في العودة على العكس لما عملت نتيجة ايجابية مع النجم السحلي 2007 هناك والكل توقع ان الاهلي هياخدها لمرة تلتعة التوالي خسر هنا في القاهرة وكمان وصد الترجي لما كسب 3 واحد نتيجة الى حد ما مطمئنة خسرت هناك 3 صفر فما فيش مباراة نهائي حسمة مباراة واحدة وخاصة لما اقول لك ان احنا للسنة التانية على التوالي الاهلي بيلعب الوداد اخر سبع السنين الوداد بيوصل لمباراة نهائية اربع مرات الاهلي بيوصل ست مرات فبالتالي فكرة ان انا انزل هدوس على الوداد اخلص 3 ا4 الكلام ده كله صعب وبرضه نحط تانية الوداد مش هيخلص على الاهلي بسكور او بقريحية لا بالعكس الاهلي هيكون قوي جدا والاهلي قدر خلال السنين لفتنه يتعب الوداد وياخد الوداد رايح جاي وياخد كمان الرجاء رايح جاي احنا لسه بنتكلف في مباراة رجاء الاهلي كان كزمان 2 صفر وتعادل في مباراة الاياب صفر صفر وتأهل وتجاوز الرجاء اللي كان افضل فرقة في دور المجمعات المباراة الوحيدة اللي يعتبر حسمة مباراة الزهاب كانت مباراة مازانبي وصد تراجي 5 صفر 2010 غير كده مفيش مباراة حسمة من جولة واحدة او من شرط واحد الناد الاهلي كان في ايده ان يزود ويعملوا سكور وكلنا كنا بنتمنى دا وكلنا شوفنا ان في الملعبة دي الناد الاهلي كان مهيمن على المباراة وشوفنا شرط الاول حجمات وفرص كتير لعبت الوداد كانت مستسلمة في بعض الوايات ولكن بداية الشرط التاني اول عشر ده دول اللي غيروا كافة المطش انا مش بشوف كورة الجول هي الغير كافة المطش لأ الوداد على مدارة الشرط التاني راح اكتر من كورة يعني الكورة بتاعي حياطية طلقة اللي خبطت في العرضة او في الايم وخرجت اكتر من كورة الوداد كان ضغط على الناد الاهلي ولقيت الناد الاهلي معرفش ليه حالة التراجع اللي حصلت دي ليه اول عشر ده اربع سام شرط تاني الحالة اختلفت واعتبه هنا على الجمهور كمان انه في بعض الوقت كان لازم يسخن اللعيب سخن اللعيبه في اول الشهد تاني لما تلاقي اللعيبه الرتمي هدي سخنهم بعد ما تلقيت هدف عندي لسه تمن دايوات بدل ضاية انا شفت جمهور ساكت شفت كل اللقطات اللي بتيجي على الجمهور جمهور حاطي ايده على بماغهم محبط وكأنك خسران وخارج من المطش الناس حط ايديها على قلبها انه خلاص الاهلي خسر البطولة وده مش واقعي انت كسبان هنا اتنين واحد انت هناك فعلا لو قدرت اختف جول وصد الوداد انت خاطر بكل حسابات انت هناك داخل بفرشتين فرشت تعادل فرشت فوز بزبط وانت ولسه متعادل مع رجاء صفر صفر في نفس ملعب اللي انت هتلعوا عليه فكذا فبالتالي الناد الاهلي قصاد الوداد ما ينفعش باي حال من الاحوال ان هو يحس ان البطولة راحت لا بالعكس لا لازم تنزل المباراة تعمل زوم من الاول تمتص الحماس اللي هيكون عليه فرقة الوداد في بداية المباراة وبعد اول عشر دا اربع ساعة تبدأ ان انت تعتمد بقى على السرعات بتاعة حسين الشحات وبرس دا وانا واثق الناد الاهلي هيقدر الشرط الاول ان هو يخطف هدف لو خطف هدف الناد الاهلي هيقدر ان هو يطوق بالاقل